أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اهتمام الدولة بدعم الصناعة باعتبارها من أهم الأولويات خلال المرحلة القادمة جاء ذلك خلال جولة تفقدية لعدد من المشروعات بمحافظة بورسعيدة وأضاف مدبولي أن استدامة النمو تسهم في التعامل مع مختلف التحديات لافتاً لأهمية التركيز على عدد من الأنشطة الصناعية وإشدد رئيس المجلس الوزراء على أهمية تعزيز قطاع التصدير من خلال خطة تضمن زيادة نسبة نمو الصادرات بما لا يقل عن 15% سنوياً كما قام مدبولي بجولة تفقدية لعدد من مشروعات محافظة ضمياط بينها الميناء حيث أكد أن الموانئ المصرية تشهد تطويراً غير مسبوق مشيراً إلى أن تطوير ميناء ضمياط سيكتمل في عام 2027 وثيمثل إضافة كبيرة للبنية الأساسية في مصر التقى وزير الخارجية السامح شكري بالرئيسة التركية رجب طيب أردغان خلال زيارته الحالية لإسطنبول وأنقل وزير الخارجية رسالة شفاهية من الرئيس عبدالفتاح السيسي لنظيره التركية كما تبادل الجانبان وجهات النظر بالشأن عدد من الملفات الإقليمية والدولية والتي جاءت في صدارتها الأزمة التي يشهدها قطاع غزة مع التأكيد على ضرورة التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار والسماح بنفاذ المساعدات الإنسانية دون أي عوائق فضلاً عن إعادة التحذير من مغبة الإقدام على أي عملية عسكرية في رفح الفلسطينية وأشار الجانبان إلى أهمية التنصيق بين مصر وتركيا بشأن الوضع في ليبيا لتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلاة بحل الأزمة وتبادل الرؤى بشأن تطورات متعلقة بالأزمة السورية قال وزير الخارجية الصينية وان جي أن القبول الفوري بعضوية دولة فلسطين في الأمم المتحدة يعد خطوة لتصحيح ظلم تاريخي طال أمده وأكد الوزير الصيني أن العضوية الكاملة لفلسطين لا ينبغي أن تأتي نتيجة للمفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية بل كشرط مسبق يمنح لفلسطين المشاركة بالمفاوضات ويكون بمثابة خطوة رئيسية نحو تحقيق حل دولتين استوشهداء 16 فلسطينيا على الأقل بينهم 9 أطفال فجر اليوم جرأ غارات نفذت في الطائرات الحربية والمدفعية الإسرائيلية استهدفت العديد من المنازل في مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطع غزة وفي وقت سابق استوشهداء ثلاثة فلسطينيين إطرى غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في مخيمة شابورة وسط مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطع غزة وكانت السلطات الصحية في قطع غزة قد أعلنت ارتفاع حصيلة الشهداء جراء العضوان الإسرائيلية المستمرة على القطع إلى 34 ألف وتسعة وأربعين شهيدا فضلا عن إصابة 76 ألف وتسعمائة وواحد منذ السابع من أكتوبر الماضي استوشداء 14 فلسطينية جراء عضوان قوات الاحتلال الإسرائيلي على مخيم نور شمس بمدينة تول كرم كما أصيب شابان برصاص الاحتلال في الأرجل من مخيم تول كرم أثناء تواجد قوات الاحتلال على مدخل المخيم وتم نقلهما إلى المستشفى ووصفت حالتهما بالمستقرة وكانت قوات الاحتلال قد انسحبت بشكل جزئي من مخيم نور شمس بعد عضوان شامل استمر ثلاثة أيام طال البنى التحتية وشبكات الكهرباء والمياه والاتصال والإنترنت ودمر عددا من ممتلكات الفلسطينيين عبر الرئيس الأوكراني فلادامير زيلانيسكي عن امتنانه لإقرار مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون خاص بالمساعدات العسكرية لبلاده وقال الرئيس الأوكراني إن مشروع القانون سيحول دون توسيع نطاق الحرب وينقذ ألاف الأرواح ويساعد أوكرانيا على أن تصبح أقوى مضيفا أن المساعدات سيشعر بها الجنود الأوكرانيون في القطوط الأمامية وكان مجلس النواب الأمريكي قد أقر مساعدات لأوكرانيا بقيمة 60.84 مليار دولار كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط طائرتين ومسيرتين أوكرانيتين في مقاطعة بيرنسك الحدودية مع أوكرانيا وأضافت الوزارة أنه تم تصدي لمحاولة أوكرانية لتنفيذ هجوم باستخدام مصيرة على أهداف في أراضي روسيا وأفادت بأن وحدات الدفاع الجوي بالجيش الروسي أسقطت 50 طائرة مصيرة أوكرانية فوق أراضي 8 مقاطعات روسية في اليوم السابق